في سياق متصل قال عضو الجمعية الوطنية الفرنسية فابيان روسيل ان بلاده تدين اطلاق الميليشيا الحوثي صاروخا باليستيا ازداد في الرياض مؤكدا دعم فرنسا المملكة ازاء اي تهديدات وادانتها كذلك للتدخلات الايرانية موقف فرنسا واضح وصريح وقد عبرت الخارجية الفرنسية في بيان رسمي عن الوقوف الى جانب المملكة العربية السعودية وعن دعمها ازاء كل التهديدات نحن قد عبرنا مرارا عن ادانتنا للتدخلات الايرانية واكدنا رفضنا لانتشار الصواريخ بيد الجماعات الارهابية وخصوصا ان هذه الصواريخ استهدفت المدنيين في العاصمة السعودية الرياض ولحسن الحظ فقد تم تدميره ولكن ندعو الى رضع ايران حتى لا تتمادى في غطرستها